النهاردة أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر بتؤكد السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين تاني دي مقاربة السيسي كيفما تكتب عنها الصحف البريطانية ده على سبيل المثال بل إنه صحف الاحتلال نفسها كتبت كده طبعا كتبوها وهم رفضين يعني بس كتبوا كده حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدامة مستمرا للشعب الفلسطيني والاحتلال ده الحل وبنأكد إنه مصر لن تتخلى ده كلام الرئيس لن تتخلى عن التزاماتها بالقضايا العربية كل القضايا العربية من المحيط الأطلنطي وحتى حدود العراق وعلى رأسها القضية الفلسطينية أشار فخمة الرئيس في تصريحات ليه النهاردة إلى إنه مصر بتتواصل مع كل القوى الدولية الفاعلة كل الأطراف الإقليمية المؤثرة وظل حضراتكم يعني شفتوا كم الاتصالات اللي حصل من بداية عملية طفان الأقصى وحتى هذه اللحظة كل القادة العرب اتصلوا بالرئيس جوترش اتصل بالرئيس القادة الأوروبيين يتصلون بالرئيس الكل يتصل بالرئيس المصري أنت حابب تسأل ليه؟ بمنتهى البساطة لأنه الحل في مصر ده واحد اتنين بمنتهى البساطة لأنه الكل يعلم أن الرئيس السيسي هو دائم التواصل مع كافة القوى في الداخل الفلسطيني سواء إذا كانت الفصائل أو حتى في إطار الوصول لتهديئات كما حدث سابقا وتتذكره طبعا 2014 في غزة لوقف العدوان على غزة ومن ثم كانت المبادرة المصرية بإعادة الإعمار وضخ حوالي من 500 ل700 مليون دولار لإعمار غزة حتى يبقى الفلسطينيين على أراضيهم ولا تميع للقضية مفيش تميع للقضية ترجمة نانسي قنقر